قال الأمين العام للأم المتحدة أنتونيو جوتيرش أن الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول مطالباً باستمح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي الرفض الواضح والمتكرر الأسبوع الماضي لحل الدولتين على أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية أمر غير مقبول وعلى الرغم من المناشدات القوية حتى من أصدقاء إسرائيل بما في ذلك أولئك الذين يجلسون اليوم لمناقشة هذا الموضوع فإن هذا الرفض وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة له سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع الذي أصبح يشكل تهديداً كبيراً للسلم والأمن العالميين إلى أجل غير مسمى هذا وشدد وزير الخارجي الأمريكي أن توني بلينك أن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة مؤكداً أن بلاده ترفض التعدي على أراضي قطاع ترجمة نانسي قنقر